بين يدي العلماء هذا البرنامج الذي نتشرف فيه بالجلوس بين أيدي أكابر الناس من قومنا من العلماء والفقهاء والأدباء ننهل من معين علمهم وحكمتهم ونستلهم من خلال سيارهم الفاضلة مستقبلنا وحاضرنا ضيفنا في هذه السلسلة هو واحد من أولئك الأكابر من الفقهاء الذين فرضوا وجودهم في زمن التعتيم والتشويه والرأي والشخص الواحد فرض نفسه بعلمه وفتواه وكتبه وحضوره الأكاديمي فكان مرجعا من مراجع الفتوى في مصراتة بل وفي غيرها من المدن وكان أستاذا جامعيا في عديد من الجامعات في البيضاء وفي طرابلس وفي مصراتة ولد ضيفنا الكريم عام 38 وتسعمائة وألف في مصراتة وحفظ القرآن الكريم في سن مبكرة ثم تدرج في التعليم في أرقى مؤسسات التعليم الديني في وقته في بلادنا حتى نال شهادة الليسانس في كلية أصول الدين بالجامعة الإسلامية بمدينة البيضاء ثم أوفد لتحضير درجة الماجستير في جامعة الأزهر العامرة فتحصل على هذه الدرجة عام 75 وتسعمائة وألف ومنذ ذلك الحين وهو يمارس التدريس الجامعي وقد كان من تلاميذه عدد ممن يتولون المراكز العليا في الدولة في شتى المجالات ضيفنا في هذه السلسلة هو العلامة الفقيه الفرضي الأستاذ الجامعي الشيخ عمر سالم البيبي مرحب بكم شيخنا ونتشرف الجلوس بين أيديكم أهلا وسهلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده وكفى والصلاة والسلام الأكملان على عباده الذين أصطفى وبعد فهذه مقدمة للبرنامج أو لموضوعنا اللي نتكلم فيه وللأخ الدكتور أن يتناول الموضوعات اللي آتين إن شاء الله نعم بارك الله فيكم شيخنا شيخنا جرت العادة دائما في برنامجنا هذا أن نخص الحلقة الأولى في التعريف بشخص الضيف فمن هو الشيخ عمر سالم البيبي عمر سالم البيبي إنسان من أسرة متوسطة في الحال ولكن الأخلاق فوق كل اعتبار نعم فوالدي والدي إلى درجة العزوز نفسه كانت تحفظ شيء من القرآن الكريم إن شاء الله ووالدي برنامج مستقيم وكان مصلي في الجمال العلي مغضب نعم وبالنسبة لي هو راس مالأدي نعم لا لذاتي وإنما لحفظ القرآن الكريم إن شاء الله نعم حد ما حفظ القرآن إلى درجة رحمه الله لما يشري الجرد هو الروحة يقول الله لازم تفسد لمعنى ويتتلب سنته الله أكبر نعم لازم سنة عاشرة خمسة من أم العطيل سبحان الله تقديرا للقرآن تقديرا للقرآن مش لينا نعم نعم رحمة الله وفترة معينة سمعته يقول للولدتي اللي ما يبيش عمر وأولاده أونوف أم الحرش الله أكبر يعني بعد كبرنا نحن ورينا السن اللي هو كان يقول فيها في الكلمة دي الإنسان بلا زوجها ما عاشا قرر يقعد بكل صحيح هذا يقول له نوفا من الحرش كان ما تبيش عمر وضنا وزوجني لا محبة مني ولا رغبة أنا في الزواج وإنما السيدة الوالدة كان طريح تفرش والبنات الثنين الكبار إحنا أربع بنات الثنين صغيرات وثنين كبار الثنين جوزا نعم وعدنا علي حالا والصغيرات ما يقدرش يدير شيء نجو نبو غدي ولا نبو عشي نجو 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 العازد آه آه تفك نعم قال لي في التالي أخيرا بعد نقوله منكمل قرائتي منكمل قرائتي قال لي فتا أشدني في الصيفة وإذا قضية مغلقة قال لي أسمع اليوم عندنا كيف نديروا عرص منك وخودوا ما عندنا أش صحيح عرص خلصنا من صحيح نعم آخيرا قال لي كان منكش مجوز أنت من جوز أنا أمي مريضة وممكن كنا نتصور أنه مرض موت نعم من خليه تجوز يزيد قدالها يعتبر صحيح قال لا لا الهدي لا إلى درجة الحوشة القديم كانت فيه دار مجوز يهو نعم الوحيدة اللي صقفها لوحة نعم لكن ما فيه هاش شباك ولا شباك ولا حاج الفم والنتعجوسها القديم دي هالا نطيحوه الصقف وكذلك قدالها لا لا نطيح لتقرب أنت هذه المعاشية لأكتب النسبة لي أن يتو أنت ولاها براح نعم أنا ما عندي فلوس هذا كل وقت الفلوس منه نعم فجبنا أصطاع من قرأيب والدتي العزوز تدير في الشاهي والكاكوية وني المنوال ينتعى الأسطى وسط دوكر دار خلالها فم مربع وشباك من هنا وشباك من هنا نعم وتمينا فيها العرس ومشهد نعم الحمد لله سيدنا القبيلة أنتم تنتموا لأي قبيلة من قبائل المسرطة قبيلة نحن يقولها قبيلة الدرادفة درادفة ولكن كثيرا ما سوئلش من قبل الأولادي ما معنى الدرادفة ما عرفته آه طب لا هي فيه شيء مكتوب الدرادفة هيكي ولا المدلول اللغوي حتى هو ما هناكش نعم وبعدين نزيدها اللقب لقب هناك خاص نعم له قصة البيبي حتى هو نعم البيبي نعم البيبي الزمان حتى بوقيتها أنه يصير المصريين يقولها الرومي الجاج الرومي نعم وإحنا نقوله الهندي ديك الهندي تلقاه ينفق في ريشة ودنيته وين عامل عظمة جدين إيه عندها الأول هذا يجي أربع أو خمسة أولاد ووقت دراس يدسو الشعير نعم الولد ديك اللي حصان يحرط عليه وفي نفس الوقت يلهد فيه في العرس تمام اللي بيلبسه العرس يلبس الوال ويلبس روال ويلبس روال ويلبس روال ويلبس جرد ويلبس كده هذا كم مغارقين هو وولاده الشباني في الدريخة والغبارات ودني ترقى وهذاك جاي يمد بشهد من حد ما رأى جايكي قاله ونجاكم البيبي البيبي الهندي اللي يكوشه نعم نعم هذا المكوش هجاص التسمية يعني طول جات اللقب هذا أعطهه لي نعم ونسألني الدكتور السماحي الله مغفر الله ورحمة نعم التع تفسير وحديث نعم وعالم فاضح إلا أنه من الصعب توصيل المعلومة نعم يعني يعقدها لأن تصبح مش تفسير فلسفة نعم اللي موش قدرة كبيرة ما يقدرش تصيل معلومة نعم ويكتر الأراء في الموضوع إلى درجة يختل على الطالب الحابل بالنابل ومعاش يعرف اشنه يلباهي منها وكذا نعم وهو يأتي على كل رأي قاله بالتهديم وبعدين يسلم رأي واحد نعم وعلى علم يقول لك نعم وعلى تقى برضه هو سألك نعم سأل لي قال لي شنه البيبي هذي البيبي نتعلى البترول هذي وكذا قال لي لا لا تعجج للنيل من ميرنا الكرام قلت له أنا عايش وقاري حتى فلقويري مصري أسلوب نعم قلت له هم المنتفق شوية يقول له منتفش تمام قلت له جدنا كان منتفش جامل نعم وكذا قال لي لا زال الانتفاش ومستمر أنا زمان حيات واحد أطلتني قال اللبس العربية هذي لو عندي جهد ونملكها ما نخليش من يلبسها إلا مصطفى السوي من مسلاته نعم وعن بر البيبي من نصرته هذي يلبس عربية غايت نعم فالمهم بالنسبة لل يريد كان جسمي في الأول ما فيش زيادة وله ناقص لأن اللبس العربية كانه بطن حتى ما ظهرش عليه نعم يبدأ بطن خاش وصدر خاش ونأكد ما تجيش البدل عليه سبح وأذكر بالمناسبة أول مرة أنا في سنة أولة كلية شيرت بدلة البدلة بتأكيد لا تظهر عليك تظهر عليك صحيح قلت كنت كان نياه وخدم 8 ونص تشيكية قالوا جمع هذا يوم 30 جين طيب شيخ الوالدة رحمها الله الوالدة من نفس القبيلة نفس القبيلة ولكن نختلف اللحمات اللحمات نعم نحن لحمتنا اسمها لحمة النواصف نعم من اللحمات الأربعة الأساسية تمام بينما أمي من لحمة جاية جاية للقبيلة ولكن عايشين معنا ويقسموا معنا في الملك ويحرتوا معنا في البر وكل حاجة لهم وممكن من حيث الأراضي والحاجات للملك في مصراته أكتر من اللي نحن الأصلي نعم من تكمن هم العائلات الأساسية في القبيلة من هم العائلات والله العائلات زي ما احكينا هو العائلة التغير بتغير الزمن نعم إلى درجة لما كان اسويح لي لما تقول اسويح لي وصلت نعم لكن في قابل هلا نعم صحيح تجيلي برضو للأحمات الرئيسية فيها اللي قمة أخلاقية عند اللي منظوره أخلاقي ما فيش كيف ما شاء الله لكن عند واحد آخر يدور في مادة يقول كذلك لا لو طبق نازلي نعم صحيح شيخنا مكان الميلاد مصرعة أكيد وين بالضبط كان مكان الميلاد في القبيلة نفسها في وسط المدينة في قبيلة الجامعة العالي احنا بدل توا قبلة بشرق مننا نعم هداك الوقت احنا العكس الحوش القديم على طريق قصر حمد يقدم آه تمام البحر يعني نعم لكن تقول ممكن مسافتنا على الجامعة اللي هنا هي لهم نفس المسافة وعدد الاخوة والاخوات شيخنا اربعة واربعة اربعة ذكور واربعة اينات وانت ترتيبك فيهم الاول 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 في الاولاد لكن في بنت قبل قبلك وما زالوا احياء الاخوات الاخوات ماتت وحدها الكبرى هذه الكبيرة هذه الكبيرة نعم رحمه الله وانا حطيني توفل ربي مدفع عمرك نعم والاخوة الذكور قاعدينهم بالأربعة من خلال ربي بالها والاخوات ما زالوا ثلاثة واحدة انتقلت رحمة الله نعم الوالد رحمه الله شين كان شغله كان من دائرة كين بقال على قد حاله نعم وامي لا يقرأ ولا يكتب نعم اذا درج حتى عندها في لسات يزيدين ما يشيرش بهنا بضاحي يقول لنا يا الله نسير اللي عندي هذه نعم ومكان الدكان وين في وسط البلاد ولا وين الدكان في وسط السوق يقابل راحة بتساعية قديمة اها نعم الساحرة بتساعية تفتح بحرية وهو يفتح قد ولا غاية اللي الآن قاعد عندنا نحن سبحان الدكان نفس يعني نعم ان شاء الله طيب ما جرينا اي جار نعم بن حميدة نعم ولكن قاعد خلصوا في جارة امت توفي الوالد امت مات توفي الوالد انا في القاهرة اها يعني انا وشيت للقاهرة الثلاثة وسبعين كويس في الاربع وسبعين مات الشبن رحمة الله عليه نعم في وصل امتحنت الله ما حضرتش الوفاة يعني ما حضرتش الوفاة ولكن جتني برقية من لندن مات في لندن اه تمام جتني في القاهرة وروحت في نفس اليوم اه جيت كيف حجزت وجيت وقيت عدل اخوتي وعمامي وكلهم مقيمة بالوجب اه يعني حضرت الدفينة والجنازة يعني انا اللي صلت عليه اه تمام الحمد لله طبي وقداش كان عمرها في لما توفي رحمه الله في حدود سبعين وشوي تمام والوالدة توفت قبله ولا بعده لا قعد ما شاء الله بعده اه 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 الوالدة توفت سنة تسعين اه ما شاء الله جي خمساش العام ولا اكتر ربما وبالنسبة للوالد قدتك في الواحد وسبعين او اثنين وسبعين رحمة الله عليه اه شيخنا نشأة الاولى في القبيلة قبيلة الدرادفا انا من اللي كان رفيق اللعب في هذيك اذا كانت تذكر شوي قبل الكتاب هذا والله نقدر نقول لك هذك الوقت شبه ما فيش حتى فرصة للعب اه عندنا زمان لعبة يقولون لعبة الكعب نعم كعبة الشاء نعم يحولوها بالعظم ونعطوها للعزائز اللي دي يخدمها في الصوف واحدة يطلحها سودا واحدة خضرة واحدة حمرة واحدة كذا تمام ونلعبه بالبتش اه البعيد احنا كان احدانا سكان ياسيني يهود هم هذك هم يحطوا الويزات في متلت ويبدو يطقروا فيهن بطريقة معينة في البتش نعم احنا نديرو في الكعب ما نديروش الجز نعم البعيد اللعبة متوافقين فيها احنا وليهود لعبة البتش بتش حجرة حديدة مدورة سمحة ملسا وفيه اللي فالح فيه القياس حاد يبدأ مكان بعيد يبدأ يزله وتجيه يحرك وكراعه باش يسرق لقدام الغادي يطق وفيه اللي يحمده فالحان يجي الغادي نعرف ش وبايمين وليه تتذكر كان يلعب معاك في اللعبة هذيك من القرية أكثرهم ماتوا رحمهم الله يجي مع جيران نعم اللي حصل كعبات والله حصل الفرنك زمن وقت الفرنك نعم قبل استقلاله ايه فرنك الفرنكي ممكن يجيب حارة كعب ويجوك ناس بأولادهم أو حتى أحفادهم يلعبوا في الكعب كانت لعبة مشهورة يعني كانت لعبة وما يتعفوش عليها حتى الناس الكبر نعم فيه لعبة هكي يقول لها عين ونكس توفيه حتى عبير يقول لك نكس ده نكس جاي من النكس المجلوب انتهى الكعب ايوا نعم ماشي في اللغة العربية نعم لما تحط الكعبة هكية ويقول لها اذا كان فيه وحدة عين ووحدة نكس هذا يعتبر طلابك خسارة عاشي له نعم لا راح عليه اللي يحط آه تمام عاشي عنده دور تمام وياخدوا الدور الاخرين اللي يجن العين عوينات عما بعثا اللي العين ياخدها ايوا تمام ما فيش نقص نعم البتش نديروه زين ما حكوا من ثلث وحطوا واحد كل واحد زوز كعبتين او كعبة عالمش ما يتفوقوا حطوه ويبدو يديرو خط البداية ويبدو يتجايز في كعبة مرات من مسافة ممكن خمسة عشر حتى متر ويطقرها الكعب كنت مهر فيها اللعبة يعني تلعب فيها خمسة ايوا عندي ولد عامتي يقول نمص الطبال وفيش وياباني لعيت برويس توفي نعم ما توزز حتى ولد عامتي ماذا نعم الكبير لقامت العكري شعارف العكري ليش هو الله لأنها تعكرية ويصيها صيفر وتعبان ولد عامتي حتى هو قصير وابوه ميت قزون نعم يا رب وفي ميم الله خواله نعم هذا فالح في البتش سموه العك لأنه يشبه في اللعبة في الاصطاب بكر هذا نعم وبعدين بد والاصطان تعبني وبعدين فنان في البن ماشاء الله نعم جاء نعم وتقدر تقول الحرب جت في سنة 11 نعم على اساس انها احتلال ليبيا نعم واحتلتها ايطاليا بالفعل نعم وناس طلعوا ما عندهمش امكانيات فيه اللي بلج لخل فيه اللي بزاية اللي عندها ممكن مسدس فيه رصاصة والتنين هذا يعتبر وين نعم مسلح نعم لكن بالنسبة لقصر حمد هذا بدل حرب نزل في قصر حمد نعم قصر مات 12 كيلو متر مسلوب تو تكلموا عليها شيخنا تو بعدين المعارك ربما تكلموا عليها لكنني نقصد في في اثناء الحرب العالمية التانية لما بدأ القصف من دول الحلفاء على طليل القصف هذا يظهر في نهاية الحرب الحرب انتوا قعدتوا هني ولا حتى انتوا حولتوا من مكان حولنا واغلب الناس حولت ايوه لانا بالنسبة لحيشان نحن مستهدفات ناها حتى الهاجم الى درجة اني نعرف حياة جدي وعينة فيه بيقول عاش 18 سنة نا شاء الله نعم لكنني وعدت فيه عهجز قاع لا يشير خضرة ولا لحم ولا عنده فلوس ولا يساوب نعم قامنا زي مديرنا شي 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 نشير دبان ووقت الصلاة يمشي صلي بس نعم الشيباني هده عنده شوهات وعنده اثنين من البل كان رئيس قافلة هناك شكراهب ولا هناك ورطين هذا كل وقت نعم هو بدأ يرزوز يبل ونفس رئيس القافلة اللي تمشي لطرابلس كده اللي يجيبها للبحر يوصلوها لوين مي بي صحابه نعم البلوليد يقل له الطرابلس يقل له ضعتك تجيك لعند مكان حشك نعم وهدين بياخدوا انتحها نعم حياة جدي يحكي على الخدمة والحاجات كان مروج حالي يعني كيف عنده تو وطنطة وكذا والله كرهب أكبر من الوطنطة تخدم هذا حوض عنده لكن اللي حصله هيكله مم مكان شي حاجة زائج على نعم لشورية ملك ولا باع ملك نعم ملكتهم اللي قعد هي نعم فزي ما قلنا الناس اللي موجودة كلها تقدر بكون بغطة واحد وكلها وكلها نزحت إلى خارج المنطقة لما أصبحت السوق مستهدف للهجوم ايه كذا كل واحد عنده قريب والله قريب إلى درج عنده نحن يقولهم عند الدراجة في رص علي نعم عند الدراجة أمهم بنت خال تبون نحن نعم أعدوا عندهم حوش فاضي سكننا في ايوه هنا لكن بالنسبة لي ما نعرفش هذاك الوقت موجود ووالده أمي علي يبد لكن في حاجات نذكرها في رص علي وفي حاجات والله ما ندر عجلي وين رص علي شيخنا كم بعيدة رص علي ممكن حوالي كيلومتر ملك آه يعني فيه طريق قصر عمد هذه طريق تخش وتوى فيه طريق دائري طريق الدائري إلى درجة في بعض الواحد دائرة إعلانات مستشفى والله علاج طبيع والله كده يقول مفرق رأس علي المفرق اللي تخش من الرأس علي الدائري ومنك شرق وانت تخش الرأس علي السيد نوك شيخنا نقلع إلى فاصل بعد أن نواصل إن شاء الله لأخرج إلى فاصل بإذن الله والإخوة ثم نواصل بإذن الله تعالى فبقوا قريبين مننا من كلام العلماء من كلام العلماء وليس لأحد وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي ويعادي عليها غير النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينصب لهم كلاما يوالى عليه ويعادى غير كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وما اجتمعت عليه الأمة بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصا أو كلاما يفرقون به بين الأمة يوالون به ويعادون ابن تيمية الفتاوى الكبرى من كلام العلماء كن إذا سموك شكرا لكم على أفضل مرة الأخرى ورحب بضيفنا الشيخ عمر السالم البيبي في الحلقة الأولى معه في برنامج بين يدي العلماء شيخنا قبل الفاصل تحدثنا عن انتقالكم من قرية هادي بسبب القصف إلى قرية ناص علي أنا غر نسيت شيء لما تحدثت على وفاة الوالد رحمه الله قلت لي بأنكم كنتوا في امتحانات نعم في القاهرة شا ندرت في الامتحانات كملتم ولا رجعت ولا كيف لا ما كملت اها الكن أذكر ما امتحن فكرة يعني على الامتحانات اللي عندها نعم اللي أذرين نعم يعني المواد أربعة نعم تمتحم فيه شواء وتحرير نعم وأي مادة ما تحصلش فيها نهاية صغيرة جيد نها تعتبر رأس في الجبل حتى لو جوبت في التحرير كويس لو جوب امتياز في التحرير وتجي في الشف ويصدوك في مادة اه رحكم سبحان الله اه وعندهم ما فيش دور تاني عندهم امتحان في شهر سبعة وامتحان في شهر احداش تمام اهني امتحان امتحان شهر سبعة وهو اللي مات فيه الولد اه ممتحن في العقيدة وممتحن في الفلسطة نعم ومازالي المنطق ومازالي حاجة اخرى مش عارش نهيته اه لكن انا والدي عزيز علي نعم وزي ما حكيتلك صاحب فضل علي نعم اه ما قدرتش نصبر ولا نقدر نصبر لان هو حياته ومنيت اني نجي نصلي عليه نعم واني نجي نصيبه نصحيح اروحت اليوم هداك بالصدفة نقلوني للدكتور صالح وحمد الديب نعم حمد الديب بالزاوية نعم صالح وانا مصرث نعم نقلوني للخطوط الجوية وحجزولي وحصلنا واحد حتى هو منش عارف من كماطة او لمنين استجاب نعم انا ممكن حتى بتعرك انا مياه في السابق لكن برقت فيه كهية وبرقت فيه احتو تبريها تقدر تقول فيها كلي صخف عليه كذا موهي كلمة ضر نعم الله مستعم وطره يضره في قاسي اشر على طول حتى كلمة دوليش اشر ان شاء الله هنا الشباني هذا كان يوم الاربعة والثلاث وهم بيجيبوه يوم الخميس يعني سبقت حضك يعني الحمد لله حمد لله حتى واحد من اعمامي كان توى ميت قاعدت حي قال اعمامي توى عاشق عاجه ولده وحضره عاشق عندهم نعم صحيح والله صحيح الله مغفر الله وارحمه شيخنا قداش قعدتوا في قرية تراص عليها دي بالتحديد ما نقدرش نقولها كان في جلوس سنتين سنتين اه اللي هو تقريبا اربعة واربعين خمسة واربعين ولا قبل ولا بعد لا الكلام هدا ممكن اتنين واربعين تلاتة واربعين اه هم انتهاء الحرب العالمية اللي صفات تقول اربعة واربعين كويس يعني قبل الاربعة واربعين احنا اه تمام اه ما عندكش شوي تكي وزي ما حكيت لك رجل شوي اه بالنسبة لي نفرص علي ما نقدرش نجيب تاريخ ولا كده تخميد نعم نعم ليه لان امي يقول لك يعني مولود والد علي امي بنتي اه طمام صغيرة اه لكن نلعب علي رملة برا والطايلة ايدل في هدف نهايتها اه لان نهاية الحرب العالمية التانية هو اللي بعدها روحنا احنا طيلة المدة الحرب وهي قايمة واحنا قاعدين نفرص علي سنتين ثلاثة فالجلو وما تتذكرش في قرية النزوح ما تتذكرش اي شيء من الذكريات فيه في حاجات نتذكرها نعم منها نعرف روحي مشيت للجامع واني ممكن خمس سنين والله ايك اه والجامع مش بعيد عن الحوش كويس جئت فيه طلبة يقرؤ وقعدت ما قدرش نخش لهم خايف نعم للجامع ولكن معجب هات الكيفية التقراء والفقيل في وسطهم يعاني فيه وايذكر فيه نعم لكن ما قريش ولا نعرف نعم نعم معكم لما نعم ما نعرفش الخوف نلعب على الرملة ونكيل حكاك والدنيا وكذا كذا جتني أمي غايرة الله رحمه طبتني برملتي بحكايتي في غمرها وخشت بيدخ أيها الله في التالي قلت لها خيرك تفهمنا قلت خايف عليك بالطيار الله سبحانه هو شيخ للسؤال ليش القصف كان على وسط السوق كانت في حامية إيطالية هني الجيش كان تمركز هني ولا كيف هي الجيش إيطالي في كل ماكذاك الوقت مستعمر وهم دول الحلفاء في إيطاليا إيطاليا انضمت لألمانيا نعم لكن الإيطاليان مستعمروا دائر مزارع ومدائر الدنيا وكذاك كل حتى تول طمينة والدفنية هي من صنع الإيطاليان المزارع اللي في طمينة والدفنية نعم واخدهم وفي نفس الوقت الأملاك أغلب خداها نزع ملكيته وخلص خلص ناسها خلص ناس نعم ما هوش خلاص مزجي نعم لكن كل واحد خده نعم ولهذا حتى بعض المشايخ اللي كانوا جاعدين أفتوا بأن أبضعة الطليان اللي دفع حجها الأرض دي إذا أخداها وباحها من حجها جعدت أخدها الدولة اللي بي هذا قاعد نحن نسمع بالناس اللي يشيروا في الأرض في دفنية يقولوا كونسورسو كونسورسو هذا مسترد من الطليان للحكومة اللي بي تمام لو يحصل الواحد يعتبر وتملك كل الدولة يعتبر حاله وما فيش حاجة تمام ومش موصب لأن مدفوع تمانا مدفوع تمانا صحيح طيب شيخ الأقارب والجيران كلهم رحلوا من بسبب القصف كلهم لكن من اللي معاكم شو مثلا اللي راسع لي هكي على ما تذكر أقربنا عد عامتي عد عامتي عد طبالة اللي قل الولد الصغير نعم مسمعنا العكري نعم هذا أبوهم ميت نعم في الفترة هدكي اه اتبع خوالهم وينما يمشوا خوالهم هم اللي يقلوا فيهم وحتى في المصارف وفي الرعاية وفي الكل حاجة خوالهم أربعة هم اللي ربوهم واللي عنهم كويس نعم وبعدين ربنا نعم عليهم حصلوا الولد الكبير فالح ابنية الجوز والزوز الولد الكبير اشتغل في الذهب نعم ماشاء الله يقل فيه من طرابس البنغازي نعم وعراهم عندها تالت ابتدائي والاراب عبتدائي لكن خطة ولو استجابها نعم وبرضو حتى دماغه في الحاجات تجارة من دائر حساب في طرابلس ومن دائر حساب في بنغازي ومن دائر حساب في مصاراته ياخد من طرابلس ياخد من طرابلس ويحط الشيكات متاع طرابلس امتى يوصل امتى كده لان هو يبيع لناقلة ويحط يجيب المصر والعكس صحيح حتى وبرضو لم يكن في طرابلس يدير الشيكات من طرابلس وهكذا عقلية تجارية نعم ما فيش حد نزح خارج مصاراته كلها كان نزوح داخل مصاراته نزوح لكن مختلف مش في مكراسح علي ايه يعني عارف ماشي لكن كلها في حدود مصاراته كل القبائل فيه وينما عندها قارب صاحب نضم لي نعم ما جيش المكان ما عنداش في حد لكن خارج مصاراته ما فيش حد مشيت لا خارج مصاراته ما هوش مامون حتى مكانك لخر ايه صحيح لكن دي مصارات عارفينها بالبوع ايوا ايوا هذا الصلاة شيخ ما زال في تواصل بينكم وبين انت قلت يا قارب اقربكم اللي في راسع لي هدو اللي مشتوا ونزحتوا عندهم ايه انا ما زال في تواصل بينكم وبينهم يعني هذا اللي درجة الحاج محمد الدرجة هذا ايه والولد الكبير نعم وواحدين جيلوا في طرابس وواحد منهم من خوته تجوز بنت عميني اه اه الحاج محمد الدرجة ما يقولش العمامي والله لسيدي يا فلان بن خالتا اه تمام اني برامتها قلت له بن خالتا بن خالتا يعني الدقيق ما هوش مغرب بن خالتا بن خالتا بن خالتا بن خالتا تو هالوقت احفادهم هم نعم احفادهم قاعدين احفادهم احفادهم بلتا غربي بخالتا لحمد احفادهم بشيخنا هذا اذكرت لي مرة في لقاء اه اه انا البيوت اللي في القرية هذه قرية 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 انا اه طبعا وين فيه الجامعة العالي كان مكان مرتفع وين فيه المقبرة كان كذلك مرتفع علي مرتفع قادة لتو مرتفع لتو وفيه مكان نقولون نحن مصلى العيد مصلى العيد هذا نسألك عليه ايوه الى درج حتى لما كبرت ونعرف وجيش شيخ شهين بدلوا الجماعة يطلع برا بالعيد نعم اللي قالوا مصلى العيد الثانية دالينا حط حافلت ولكن كانت فيه طوبة عالية نجروها اما ياسر صبحت ما هيش كبيرة ياسر نعم لكن كانت الثانية ما بعضها عالية كويس نحفرت وبدأ يزرعوا فيها وغرسوا فيها ونخلوا يديروا فيها كده اهه ووصلنا فيها العيد مرة في الثانية اللي كانت والناس السكان كانت تسكن في العالية ولا حفرت الناس كلما نشعر فيش الحكمة نعم كلهم يحفروا لعند المستوى الرتو ويبنوا بني دور تاني وان حاجات ما هنكش نعم كل دور أول لكن دور الأول يبنى بعد حفر الطوبة تولي ما بصرش في مبني الجبانة ومكان جمال جمال عالي الجناحة تهو علي ربوة عبارة مش ربوة حتى تشان والله رشاد والله كده رمال عبارة عن قوز معنقر في الدنيا هيك هو جاي مبنيا عليه نعم هو تهو على ذكر الرمال سيدنا نصراتك كل تسمى ذات الرمال ذات الرمال وشنو سبب التسمية كاترت كاترت الجيزان الجيزان الرملية نعم لا تهو قاعدات نعم ما عنا فيه الآن نهضة عمارية وفيه بني وفيه كده السهلة كالرمل نعم وممكن يقلوا فيه حتى بر من مصرات نعم وكلما قاعدات الجيزان مال يكت الدنيا خاصة ما تجيه جيهة البحر مزارة جيزان كلها جيهة البحر كل نعم وجلت المحجوب نعم حتى هي كلها رمال مزارة جيزان إلى درجة بالمناسبة هذه ناحية فقهية ايه السوء مصراته الحبس إذا أنت خذيته بالمغارسة ما لكش حق في الأرض اها في الشجر بس نعم بينما فيه زوية المحجوب عنها رمال وشي نظفها وشي عنها وذاك الوقت لفيك وشيك لفيه واحد أعطوه نص الأرض الله شف وتو عندنا حبسين حبس ما ليش شي لأنه خل اللي هو من صلاته ومنها شرقه مم والجمعات الرمليين هذيك منتاعه زوية المحجوب ليهم النص أعطوه نص الأرض تشجيع ليه باش ينظف ويغرس هو الطريقة نفسها يعني تبي خسارة وتبي صيقية وتبي تبي لكن الحبس مصدقة صاحبة مالكش باش تسفرط انت فيه بورق تكوله بفتوى استتنوه جمعة السوء نعم ولما كان فيه زيد المحجوب يدعب ياسر ومش خسارة فيه النص أعطوه نص أيوة هذا طيب شيخ على القبيلة قبيلة الدراتفا نبو أشهر من كان فيها من الأعيان من المشايخ من المجاهدين من الشهداء الأولين يعني والله الشهداء ياسرين نعم حتى ما يقدرش نعدهم نعم وبرضه فيهجوم الدول الحلفاء على الناس ما تسمعش اللي يقول لك البعيد مصبي متقي في جب بنيا جيطية عليها تحت حمارة البعيد خلطه والأحمار الكور ما يبي يوازي ما يبي يوازي صحيح وفيها نيهة توها ذاك الوقت في حاجات نذكر نعرف واحد يقول له محمد برقيبة ما نعرف لونه لكن حياة عمي جارنه في السجن يقول له يومي مش محمد برقيبة انضراب الله اوك انا لنعرف محمد برقيبة لكن ما رأيدي قاد الاسم قاد وبعدين قعد ابنياته ولده وعزوزه بعد روحنا حتى هم روحوا ما كانش سكني معا نحن في جهة أخر عندهم فيها قارب كانوا راحلي فيها لكن وين روحنا حتى هم روحوا لعوش وبوهم ما يتفطير وهذا من نفس القبيلة يا شيخ جيران هم القبيلة نفس القبيلة منه المشايخ المشهورين في القبيلة المشايخ بالنسبة للعلماء عندنا الشيخ مفتاح قريو والشيخ محمد ولده هذا أخير منه هادي ما علماء معروف نعم أقدم نعم الأخرين ما هناكش مشايخ إلا فوقها انت عيائي امه واختهم في الجمعة ولكده نعم نعم جيت طور اللي فيهم عبدالله الشنفوح جمعها دائم تعليق ويري نعم كتر ومشايا ما شاء الله كتره الشيخ يعني الشيخ مفتاح قريو كان والد الشيخ محمد هذا والده بالضبط وعنده خمسة أولاد ما شاء الله والشيخ مفتاح نفسه كان فقيحة هو زي ابنه كان عالم يعني ما هوش كيف ابنه ولكن رجل يفتي وحلم في مشاكل بين ناسه وكذا وكذا فقيع ابنه الشيخ محمد مفتاح قريو علامه حدثنا عليه شوية بالنسبة للشيخ جريو هذا أنا أقدر أقول لك صاحبة لو كان بيتكلم عليها بما يستحق نعم يبي كيتان نعم صحيح الشيخ محمد جريو وين يتكلم في الفقه يتحول إلى أنه وكأنه الدردين يتكلم والله الشيخ خليل يتكلم حتى العبارات يتحول عبارة فقهية والفقه في رأسه يعني بين أني حضرت في الأربعين انتعه هو كاتب الجواهر الجواهر الفقهية معروف جواهر الفقه نعم نعم مطبوع طبعا لكن لو شرحه وفالتالي هو التميه في حضان التاريخ يكتب في التاريخ نعم ما عاشي بغيره نعم اللي درجة طلبت منه وكان أهل فتاوه هذين تدونهن وكذا والله تشرح حتى الوحدة الجواهرين نعم بين واحد مات حتى ومن تلميديه يقولوا علي عب جليل قالي احني كفانا الشيخ جريه في الفقه لكن نبو في كده وكده مانيش متكلمني وشارط عليهم ما ندوي شرعين بلالت قلت طبعيك من مقابس أعطوني على التلاميذي وما يقدرش يحرفه نعم أعطوني ناقر الصوت قلت له من أنت من أنت من أنت اللي تقوله أفادنا الشيخ جريه ولو ما فادناش الشيخ جريه هذا لو كان تبهي الفائدة الصحيحة راهولي شرح الكلام بتاعه وتشوف العلم اللي يطلع لك فيه وهذه رأيه نقدر نقولك اللي ما يفهمش شوي يقول بها اللي حصل وكان هوك ما تعمق ويفهم ما يقدرش إلا درجة المناسبة دي نعم احنا عيين في الجغبوم ننسي بقول حدد شوي في الدراسة العلي ومناش راضين بالجغبوم جغبوم 281 كيلو ويذر جنوب طبرو ايوه صحب ولا ترى شيئا إلا الرشاد الأسود شورة من قاترة القبلي حتى الرشايد انتحم واللي أسود وين توصل الجغبوم بتجي فيها مستنقام مية زي الصبخة وفي نفس الوقت يجي أربعة لخمس حيشان هذا الجغبوم والسيد محمد بن عليه السنوسي بحبح فيها وفيه ززار واحد وبقال واحد وحلاق واحد كلها واحد نعم هدف جو ولش اختروها شيخية وهو إن كان سابق الحديث محمد بن عليه السنوسي هذا جد الملك جد الملك حبيب محمد بن عليه السنوسي ورجل عالم فاضل أكيد نعم أنا جربت إحنا كنا زمان أيام لإدريس ناكله في رزق وتارين الإدريس زمان نقول فيه حتى قدام الأمنيين وكذا ولم ما حد يشتزيت عليه بتورا عند جهد برود وعسكرية سبقنا هذا صح لكن كما هو تايرين مثال لكن زي ما حكيت لك بالنسبة لعمك إدريس يبي عمر البيضة البيضة حتى نفسها كان عنده فيها زاوية المعهد اللي في دنقرة جاي من البيضة يجيب عشر كيلو متر حتى مبدأ الجامعة نعم هذه كان المعهد وكان مدرسة سنوسي ومحمد بن عليه السنوسي أغلب وقتها فيها نعم عمرها الملك شوفها البيضة بالجامعة حتى وين ماشي نحن يعني ماشيت في الاربع وستين أكتر هفضاء خصوص لما تبعد على السوء وجماعة يمشوا قبلي قالوا حتى السوء ما كانش فيه ديك كيف برريك لكن عمرها بالجامعة السنية عمرها محمد دريس سنوسي نعم والجامعة الاسلامية ترى عارض في البيضة نعم الكليات وكان النواب الإسلامية يصدر فيها مرسومة الملك إن شاء الله نجوها لاحق الشيخ الشيخ قري متى توفي رحمه الله شو أقول لك مش إسر لها وكن حوالي عشر سنواتك أوتح نعم ودفن وين دفن رحمه الله وين مدفو دفن المحجوب ليش في المحجوب كان مقيم في المحجوب هو هو يحب ظرو ويحب المحجوب ولكن الظرو كان أولى من من محجوب لأنه كان يجري فيه أهام ومحترمين يا جماعة الظرو إلى درجة لا يعارض في شيء وهو كان صعب شوي ضبا في العرب في العلم حدث ولا حرج نعم إلى درجة زمايا في المعهد يقولوا لهم اللي ما عندكم مني ما حد شيء ليها مدرس هاته ليني والله ما فسأل الله من سعة علمة يعني تجويد غير كل العلم هو دراسة شيخنا كانت في الأسمرية وين كانت دراسة الأسمرية نعم أسمرية فلوه في المصرات نعم في البدايات نعم وبعدها مشايخها الشيخ بوزبيدة منصور بوزبيدة واحد مشايخ شيخ منصور بوزبيدة هذا واحد من الأسات واحد الشيخ رحوم رحوم الصاري رحوم الصاري صحيح وهذه يطلق عليهم الشيخ في كتاباته واحد الشيخ وواحد الأستاذ الله أكبر احتراما لهم وتقديرا لعلم ومعترب علم ولكن هو طالب شق أسطى عليهم سيب المهد الأسمر وعده في السبعة ولا مش عارف كذا دار فيها دروس نبدأ نشيل الطلبة السبعة في زليت نعم صحيح بأشيخ ناستاذ نوك نقف عند هذه النقطة إن شاء الله ونقبل في حلقة قادمة إن شاء الله نقف عند هذه النقطة أيها الأفاضل وإن شاء الله نستقبل حديثنا مع شيخنا الشيخ ومخسال في حلقات قادمة حتى ذلك الحين أستجعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة